أحبب وأنا حكيت التعليم والمدارس الأخوان من ضمن المشروعات المعورة المنساني قاعد معهم قالوا نعمل مدارس خاصة إسلامية نشأت المدارس الإسلامية الخاصة بإسلام كثيرة عايز أقولها في المنطين من القيادات بتاعت الدولة والقيادات الأمنية وتفرقية في إفريقيا أبنائهم يتحقون بالمدارس الإسلامية مدارسة العائلة فقط مدرستنا التść學وني إسلامية مدرست أambريدان مدرست العظم الظاهرة مدرست الدامعة الإسلامية يعني كل المدارس دي مدارس المدينة اللي مجانوا أورا يعني المدارس كثيرة ولاة قيادات كبيرة في الدولة نفسها العائلة والاة من المدارس دي لما نخفت بتخرر منهم طول الله كتير طول الله كتير منهم اندเป giờ explosion دفع الكبيرة العربية مش بالضرورة ان هم يكونوا انضموا في جماعة الكبار الفلاحة اللي تنحملون هذا الفيديو لدرجة انه لما انا اقعد في يوم مع قيادة كبيرة جدا عند الدورة المصرية وانتراندة من حوالي 16 واتكلم معاه عن مشروع المواجهة بتنسيط المتطربة في النابية المواجهة وبقول له الأدوات اللي استخدموا من الاخواني ومنها التطريب لفطرة الاخلافة قال لي من الاخلافة اساس عن طريقة؟ كمين اللي أكد احنا؟ متفاكد ان احنا بطريقين على الاخوان ان هم بطاردوا الاخلافة لا؟ لكم طريقة؟ انا اختارت تو اي في اي بطارت؟ قال لي احنا عايزينها خلافة اسلامية والاخوان عايزينها خلافة اخوانية فدال خلافة جدا فانت الدورة ان الانترادة دين اعني والد من الدونة ربط في المدارس محمديني في المدارس اللي هي متشرة ناصر اللي ما زالت موجودة الى الان وتمتق اما الشاب اللي قال لك مسألة سيطرة القدارة الجبيرة لا هي سيطرة التوزيم الخاص افراغ التوزيم الخاص المسائح الذي يرى انه وقرى ان الحكم اولا بقص فيها التوزيم الشيعة قالوا ان الامام ركن من الكنيسة والاخوان قالوا ان الحكم ركن من الكنيسة ولكن الحكم لم يكن ركن على الكنيسة فالكني اما ايضا ليس في المدارس لكن انه فكرة التنزيل السلمي الذي يرى انه الهدى الحكم حتى يبدو أن الاسلام قد وصل الحكم منا مش هاتونين انه لما طبسا للحكم المشاهدون من حق مكيح ولا الحق المشطفى ولا الحق الحسن ولا الحق المرسي ولا الحق المرسي ولا الحق المرسي هاي برئيب دائما لإنه عنده مزج ما بين الشخص والت فالدائس يترقوا عليهم داخلهم فمن حسن يبنى يقول في وترقيده مثلا بحاجات المريح فالص فالحق إذا سألون بنا أنتم فقولوا له نحن ببعية في الريق أو نادي الريق أو طريقة صفية أو جامعة فقرية فإذا قالوا لهم قد رأنا علينا القانون قدوا لنا من أنتم فقولوا لهم نحن الإسلام فأهم أول رئيس مصري في الريق الكلام ده محوظه بالأفريكا على اليوترون أول رئيس مصر ياسدون هتستظر هم الأبني كامل من فرق قريش مثلا مرجعين الكامل هتجد أنه في مسالة من رسائل المقمر الفريقس مثلا، مثلا من بنا برده يخاطر عشان يفتفروا بالمهمة في تلك الجماعة فالدوم أنه ملافق صحابة رسول الله قدما الصحابة عشان كده لما خيرت الشاطر اطلع بعد 25 يناير من السجن قالوا إيه؟ قالوا يرسوا من العصر الحديث خرج من السجن ليكون عزيز مصر حاجات كتير مصروحة بالمهمة بعد أنه مل بقى نازل وبعدين، شو بقى الخطابات بتاعة ربعة وقت الاقتصام؟ أنه سيدنا جبريل لازم معهم موجودة حتى يدافع عنهم الله؟ يعني ما حامهم شي ليه؟ بقى تلمنتم تقولوا أنه في مدالة حصلته ربعة سيدنا جبريل إيه عن عمل إيه؟ سبقوا مشيه؟ أو قلوا أنه وأهجاته يا حق إن النبي كان مع حمد مرسى ومجوعه من المسلمين ورزينا للصلاة فقالوا للنبي التقدم للإمامة فقال لا مرسي تقدم الإمامة هذا الكلام هذا الكلام اللي روضوه لا يحلم أو يحلم هذا الكلام الحقيقة من روضوه المبين الانحراف الفكرة والانحراف النفسي لذلك هذا التطرف هو ظاهرة نفسية في أحد يعني أشكلها هو ظاهرة نفسية لأنه أنت السوفينية قادتها والاستعلام لذلك مرتبش غريب إن صبحي صارح في برنامج من القرامج بس عدد روح أخواني 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 أتزود أخواني بس برضو راح قال نعم يقولون نحن نستعلي على الناس نعم لأننا نستعلي بالحق على الناس استعلاء وده كان بم سيد أطب في مقدمة في ظلال القرآن أي هذا هو استعلاء الحق على الباطل كأنك جزنت بيقين أنك أهل حق ومن يخالفك في الرأي هو أهل باطل ولم تفكر أن الاستعلاء كان أول جريمة انتكبت في تاريخ هذا الكون عندما قال الإبليس لله رب العالمين أنا خير منهم خلقتني النار وخلقتهم منهم هذا كان استعلاء الإبليس على الإنسان فالاستعلاء مضموك في كل سورة لذلك النبي ربنا قالوا حاجة هم مش مختلفين بالهم منهم لما يجي خطر الكفار كفار قريص يقولون إيه إن أبياكم لعلى هدى قد في ضرار يقولون ربنا إحنا أو إنتم لعلى هدى أو في ضرارهم قل كلهم يقولون لا تسألون عما أجربنا ولا تسألون عما لا نسأل عما أجربنا لا تسألون نعم لعلى هدى لا نسأل نعم لا نسأل عما أنا ناسي لك كما هو المعنى المعنى أحسن إن أبتيكم على هدى أو في ضرارهم مؤمنين لا تسألون عما أجربنا لا نسأل عما تعملون نستجرمون يعني إذا بتعتقدتم إن إحنا اللي بنعملوا ده إجرام خلط إنتم فتسألوا عنه وإحنا ما وصفش في علوم بالإجرام ده مسأل عمّا تعملوا